السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدة بلقياكم أخواتي اليوم ان شاء الله لنحضر الكسكس المغربين الخضراء بجميع المراحيل يلو بدون تعقيدات وفأس للطريقة ساوا معي الفيديو البحر نبدأ على بركة الله هنا نأخذ طنجرة البرماء كمية الحم كيبقي طبيعة الحال على حسب كل سيدات في حال وغاية تدير انا هنا نصب الحم لكنتوا ستديروا دجاجة لبنات فكتزيدوا مهم هنا كنا نأخذوا الحم كنزيدوا عليها البصلة 1-3 رجلس كبار ديال البصلة غادي نزيد 1-5 كاس صغير نخلط زيت بلدية وزيت رومية نغلبه الزيت البلدية بطبيعة الحال عندنا معرقة ديال الخرقون بلدي معرقة كبيرة ديال الخرقون بلدي غادي ندير الملحة وعندي معرقة ديال السمن يعني هذا من المكونات اللي كندير في الأول بالنسبة لإضافة لغادي تديروا البنات إلا كنتوا غادي تديروا دجاج فكنا نأخذوا شوية ديال بسي بيسا وشوية ديالقة عقلة لا غير كنزيدوهم المرق ديالنا لكن إلا كنتوا غادي تنصبوا باللحم لا داعي أنك نضيفوا بسي بيسا وقع قلة كنضيفوها في حالة واحدة إلا كنا غادي نديروا دجاج اضفت معرقة ديال السمن قلنا درنا البصلة الحم والبصلة خرقون عرق الملحة السمن والزيت البلدي والزيت الرومية وكان ردهم كيتشحرهم بزيان من بعد ما كيتشحرهم بزيان كتشوفوا أن البصلة طاحت كان مرق عليه بالمال يكون مغلي يعني كان غلي والماء القياس اللي غادي تطيب لي نانا كان ديال القياس اللي غادي تطيب ليه في حسن الخضراء لأنه غادي نطيب كيف ما قلت لكم طريقات قليدية عادية ديال والداء يعني ما كينجا ديال الحم بوحديته والخضراء بوحديته وكل حاجة بوحديته مهم من بعد ما مرقت رمية الحمص سلاف هذه الحمص كان رميها كتطيب وكان خليها كالحمص مع ذلك الحم تكيغلا ومزيان يعني تقريبا 1-15 دقيقة عادة غادي نضيف البزار ونضيف سكينجبير هادو ما التوابيل يكينين ما كينها زيادة لا نقصان البزار سكينجبير خرقون بلدي والملحة والسمن هادو ما المكونات اللي كينين في هاد يعني في الطعام غادي ندير دابا نبدا نبدا نضيف الخضراء اللي كتهزليه الطيابيين اللولا بحل اللفت هو اللول كنديرو ومن بعد واحد دوز واحد لقسم او قسمين عادة كنزيل خيزه بالنسبة للقرعة البناز عندنا القرعة الحمراء عندنا القرعة الخضراء غادي نوريكم الطيب ديال هما كان ضيفهم شده بحسن من بعد دابا نخلي كيف ما قلت لكم ايدوز يعني كيطيب شوية ذاك اللفت وحدث تقسمه لقسمين عادة كنزيد عليه خيزه يعني نصيب تقليدي عادي لكن هذا هو المعتمد عندي حاجة واحدة كتلكم اللي كان طيب هي مكور لانا شوية يبس لنا المرقة كناخد شوية من ذاك المرقة لطافي لحمة اللحم كانزيدو 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 شوية ذاكي للبزار شوية شوية كنجبير شوية من خلزه وكانردو طيبو حديتو كانن رضي طيبو حديتو هادي هادي الحاجة اللي تنزيرو يعني كطيبو حديتو هنن بعد ما دس لحد قسمين مني يجب ان ازلت خيزه و نجد محطة مني كنزيت خيزه و نتركه مني كنزيت خيزه و نتركه مني نريد طبعام يفور الطعام اليوم سنفعله غير بالكسكسون لباكية كنو اخد كيلو اللاروب نضره في واحد الاناء ونعومه نضيفه الماء بارد ونقطره كيف نضيفه الماء بارد ونقطره في الساعات ونقطره ونصفيه نضيفه في القصرية ونضيفه حتى يشرب نضيفه معيه لبناطك نعومه بالماء نضيفه مباشرة في القصرية نضيفه في القصرية نضيفه جيدا نضيفه لبناطك ونضيفه في القصرية نضيفه ماء بارد نضيفه 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 مره اللوله مدت ربعين دقيقة ودرسوف القصريه قدي نوره ليكم القرعه البناس هادي وقتها لا داعي انكم طيبوه بوحديتها لان ده بالحمد لله القرعه زوينه ده لوقيته ديالها وغير ريحتها راس بارك الله غزاله ما تحتاش انكم قاعد ما تحتاش انكم طيبوه بوحديتها القيس تعماطيشة ربعه الحبات كبار ديال ماطيشات الخمسه نحكوهم ما كان زيدهم حتى كان بغن نزيد القرعه حتى كان دير ماطيشة حانتي هي اللي كتلبي ليها ديك المريقة ديال الطعام وهذا كسكس والمت روان معتمد عندي وسبق ليت قاسبت معاكم تل سنين هادي والحمد لله جربوه البنات وبقي الحد نان دائما تلقى فيه التعاليق ان البنات جربوه الحمد لله وما حشمه هنه كان ديروا القرعه الحمراء القرعه الخضراء اه وصفى هندرو حد الحزيما ديال قصبره مع النوس هنه غدي نزيد شوية ديال الماء غير واحد الحاجه لبنات دائما ما من بغو نزيده نزيده الماء مغلي ما يكون شبارد سوفي غدي نسيد على الطنجرة ديالي وغدي نخلي غدي نتلقى دبما نحضروا التفاعية بالنسبة للتفاعية البنات مسالة اختيارية لكن هنا نتياج بنية كخصوصا لك هناك ضياف ولا شي حاجه نبغو نحضروا شي حاجه لي يزوينا عندي هنا كيرو نصدي البصلة سوف نقصدها بالطول كيف تشوفه كنضيره في طنجرة ديال الضغط سوف نزيد عليها رسول قرفة معلقة كبيرة ديال الزبدة سوف نزيد عليها مغرفة يعني قياس كاس ديال العنباء لطيفة خضيرة هنا كنهز الكاس قبل ما نضيفه مع طيش البنس الماء كنهزوه قبل ما نضيفه مع طيشة كالسكين جبير شوية ديال خرقه ومبلدي شوية ديال البصار شوية ديال الملحة ونسد عليها لكن قبل ما نسد عليها سنسوي دير المزهر تقريبا 1 ربع كالصغير ورد المزهر سنسد عليها الكوكوت ندير السفارة ونقعها في يمهي لنحس بليها 10 دقايق غير كتهبط يعني غير نحس بها هبطت مدة 10 دقايق سوف نحل عليها ونعسلها نضيف لها معلقة كبيرة دي القرفة مع واحد جشط برد السكر بما أنني استعملنا لك البيض البصلان الحاسية تكون حلوة مبسنا كتر حلوة بزاف ونزيد الزبيب حتى هو في التالي صاف هنا كنخلي ما كنغطيها كنخليها كالعافية مهيلة ونخليها حتى كتوقف يعني كنبقاو السيدة مرة مرة تحركها حتى كتوقف وتباليكم تعسلات ونزيد عليها واحد زلافة دي الزبيب كيف كتشوفو هنا البنات راباقة ما وقفتش هنا راباقة ما حدها ما حد دي كنزرب ديك المغير فاو كتلاقا هنا نعرفوه بالله راباقة تفايا دينا خاصها ما زال طياب وما تنسوش تضيفو البنات اللي عندو مسكحورة ياخدو مسكحورة ويضيفوها مع شوية تحن ومع شوية سكر غلاسي ويضيفوها تيارا كتعطي وحد لبنا زوينة وزوينة بزاف هنا يا صافيلا وقفات اه غدير رجع لكم هاد العملية هادية لبنات انها غير راها كتكون يعني مني كنفو رقبان ما كنضيفو القرعامط يشا كيكون فار ليا دا كسكسو كنحيدو كنحيدو كنحيد ديك البصيلة كنديرها في القصرية شوفو معايا هنا يا رافار خليزو تقريبا 1-40 دقيقة كندير الماء في مليحة في شوية عن ملحة صافيوتن بدتن نرش بحلاكة ما يمنع تقريبا عندي جوج كسان كبار ديال الماء ومني كنقول جوج كسان كبار يعني كسان ديك نشربو فيهم العاصر صافيوتن بدتن نرش بهذاك الماء ونحلها ذاك السكسو ديالي عادي يعني الطريقة العادية ونخلي يشربها ذاك شوية ديال ذاك الماء اللي درت ليه مع الملحة نرى بقي سخون لكن يدينا يديا الدوعنا السخونية مميما ديبقى نحله بحلاكة سوف نروحه بشوية ديال الزيت البلدية دعبة بالنسبة للسمن فكن خليتها كنبغي نسقي عادي كنديره صافينا من بعد المشرب مزيان ذاك الماء اللي درت ليه ونردون فور انا كنفور هادك السكسو ديال الباكية جاج مرات المرة اللي ولا راكم شفتو معايا وهدي هي المرة التانية صافي من بعد كنحيدو كنسقيها مباشر شوفوا معايا هنا يا بقر واحد القدية البنات هادك السكسو ديال الباكية را ما خاصوش يبقى يعني ما يعني خاصو يتلقم بهذا المعنى هذا خاصو يتلقم يعني مني نزيو نجمعوه في الدينة يكون كيتلقم قد نديرو دابة في الكسكاس الكسكاس انا فرشالي جزء مزاود ديال الحار حتى ما سيعطول بالنزوينة واحد الاخت اللي كانت قاتل ليه في كسكسو اللي كانت تقاسمت معاكم هادي واحد ربع سنين قاتل ليه وش هادك المزاود ديال الحار ما كيت ترتقوش انا ما كيت ترتقوش اختي لانا كنكونوا في الماراق نقدر نقول لك هادي ترتقو لكن بما انهم في كسكسوفة ما كيعطي واحد اللي بالنزوينة ما كيت ترتقوه متى حاجة قلت لكم غادي نعود ردو دابة في فور المرة الثانية والمرة الاخيرة يعني هو في غرج فورة المرة اللولى راكم بشفتو معايا وهادي المرة الثانية من بعض غادي نسقيه مباشرة الفورة الثانية كنديرها وخاق نرمي القرعاء ونرمي ماطيشة هذا كندير الفورة الثانية بشكل طيب ليا يعني ذاك الخضايره وذاك شيء والكسكسوك يعطيبوه في دقة واحدة احنا راه فار كيف كتشوفوا وغادي نحيط دوك المزيودات ديال الحار زيت شوية ديال السمن صافي وغادي نفرقوا بويتو تسقيوا في القصرية سقيوا انا غادي نسقي في طبيصلات لاناني محتاجاهم مني كنبعو نسقي والبنات رغير كنروحوا بشوية ديال السمن وما كنحلوش طعم ما كيت حلش يعني غير شوية كنديرو استير ديك سمينة من الفوق وصافي وكنسقي وعادي وشوفوا المغمري يا قاكتشي خادرة تجيبنين بلد حزار بلد تحاجة اه يعني كتلكم طريقة ديال الوليدة والحمد لله مع مرح شمعتني يلي كندير كسكسود كوالي لحقو طريقو وتيجي زوين وتيجي ابنين حجرة شكرا راسا بلما نشكرها انا يا انا قتلكم البنات الحمد لله جربوه الاخوات بزاف هنا من بعد ما ستفضيك الخضيرة سوف تنزل هكا شوية ديال اتفاية من الفوق دقا عندي شوية ديال اللوز شوية ديال بيض ديال السمان مهمة تشرا كيف قمس الاختيار يعني مثلا قولوك شي حاجة غير زايدة وصافي اما الاساس هو لما ذاك الماراق وكيفاش حضرنا ذا كسكسو كيفاش حضرناه اما بنسبة لتزيين وهذا راكت بقمس الاختيار يا وصافي كنتمنى لبنات كسكسو يكون يعجبكم بطبيعة الحل ويكون في وحدة خصوصة لبنات ليالله قالوا بسم الله وهيالله تزوجو كان لقى طالبت كثيرة ان شاء الله نكون شرحت لكم بالتفصيل والله يكمل على كل واحد بالخير كان حطوه طبيعة الحل شوية ديال المرقاها كجن لان كلمتي بريش هذا كسكسو يكون مسقي بززيف وعشوية ديالتفاياتها يفطو بيصلات طيب يتحن كن كورو كسكسو ويمكنش كورو كسكسو بلا البن كان هن نديروا البن حتى وكيلي كين نسمتها البن بالزعتر وهذا القضية شتازت في عند ناسي يعني ناس في اقادير سوس كين نسمو البن بالزعتر وطيعتها واحد البن نزوينا كانت من اخواتي هذا الفيديو هذي يعجبكم خليت لكم مراحية لحلقة نكو اللي بحولي الادم انتم في رعاتي الله وحي وطيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر